صلطت معالي مريم بنت محمد لمهيري وزيرة التغيير المناخي والبيئة الضوءة على أهمية العمل المشترك والتمويل الجماعي لتعزيز التنمية المستدامة في العالم ودعت دول مجموعة العشرين إلى الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم مبادرات المناخ العالمية جاء ذلك ضمن خطاب معاليها خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المعني بالاستدامة المناخية والذي انعقد مؤخرا في مدينة شناي الهندية حيث أكدت التزام الدولة الراسخ بالاستدامة البيئية والمناخية خلال جلستين رئيسيتين وأشارت معالي مهيري خلال الجلسة الأولى بعنوان الاستدامة البيئية والمناخية تغير المناخ والاقتصاد الأزرق وكفاءة الموارد والاقتصاد الدائري إلى التزام دولة الإمارات بالتصدي لتحديات التغير المناخي وضمان أن يكون عام 2023 لحظة فارقة في العمل المناخي من خلال استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف كوب 28 نوفمبر المقبل